ازايكم يا شباب ناس كتير طلبت مني اشرح لهم الرسمة المنحنة بتاع دورة الطمس خلاص. في ناس كتير مش فاهمة. طيب قبل ما انا ابدأ اشرح في الرسمة الرسمة دي لازم الاول تبقى انت فاهم ايه اللي بيحصل جوه المبيض. اول حاجة انت المبيض لازم تبقى فاهم ان انت بيبدأ بعاك نطج حويصلة جراف. ده بياخد وقت. من المسؤول عن نطج حويصلة جراف? ده خلاص? وهويصلة جراف دي هي اللي بتطلع علينا الاستروجين. يبا انت في اول اربعتاشر يوم او فاول في نص الدورة شايفين الخط الاورنج ده. ده المبيض اتأسم فيه المنحنة ده نصين خلاص. فانا هشرح لكم من هنا عشان توصل لك المعلوم. طيب انا للخط الاورنج ده اسمت المبيض نصين في نص الاولاني ونص التحتاني. نص اول اربعتاشر يوم ونص اخر اربعتاشر يوم. نص اول اربعتاشر يوم. الحتة دي كلها ونص آخر 14 يوم والفاصل اللي هو اليوم الاربعتاشر الفاصل هو اليوم الاربعتاشر اول 14 يوم احنا عارفين الدورة بتبدأ من 3 ل 5 تيام بيبدأ فيه من نزول الدم مش هنتكلم عنهم هنا في الرسمة دي تمام بعدين بتبدأ حواصلة جراف ان هي تندق بتاخد 10 تيام بتاخد كم يوم 10 تيام مين المسؤول عن ندق حواصلة جراف هو هرمون ال FSH خلاص المسؤول عن انضاق حواصلة جراف في اول 14 يوم طيب لما توصل لمرحلة ندق كاملة بيجي في اليوم الاربعتاشر اللي جاي من الغدة النخمية يعلق جدا يخلي البوايضة تتحرر فتبقى بوايضة متحررة ويتبقى معانا بواقع حواصلة جراف اللي بتتحول للجسم الاصفر اللي بتطلع علينا هرمون البروجستيرون طيب الجسم الاصفر ده بيستمر اخر 14 يوم اللي هم اليوم الاربعتاشر لحد الـ 28 هو اللي مكمل معانا يبقى مين الهرمون اللي هيكمل معانا في نص الأخير الـ 14 يوم الثانيين هو هيرمون البروجستيرون يبقى لما يجينا لأسمة بياني وفيه اليوم الـ 14 فيه هيبقى الـ LH طب أول 14 يوم هيبقى عندك اثنين هيرمون الـ FSH وهيرمون الأستروجين طب لو جالك آخر 14 يوم في الرأس ما يبقى يبقى مين؟ بروجستيرون طيب فهمتوا القصة دي؟ البروجستيرون ده لي دور بيهيئ الرحم ان هو يستقبل جنين فبيعمل إيه البروجستيرون ده؟ طول ما هو طالع من الجسم الأصفل لمدة 3 شهور وبعدين بيبدأ من ماشية ما بيعمل ايه؟ بيزود سمك بطنط الرحم ويزود الامداد الدموي يزود السمك اللي بطنط الرحم ويزود الامداد الدموي مع حاجة تانية بيعملها بيعمل على النمو التدريجي للسديين عشان يجهز السيدة للرضاعة طيب تعالوا للرسم البياني اللي فهم معايا دي هيبقى يفهم دي طيب ايه اللي عندنا بقى؟ هنا بصوا معايا كويس عندك انت الرسم البياني الرسمة اللي قدامنا يا رب بتكون واضحة في التصوير اول حاجة عندنا في اول 14 يوم بيبقى ال FSH هو اللي ايه؟ اللي موجود انا حاس ان الكاميرا مش جايبة كويس